بسم الله الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين حديث خطيرة جدا فيها وعيد شديد لمن يطلقون أبصارهم وأعينهم إلى الحرام ويشاهدون الإباحيات ما فيش إنسان عنده ظرة من خشة يعني عنده ظرة يعني خوف أو خشة من الله سبحانه وتعالى وسأسمع هذه الحديث ثم يصر على مشاهدة الحرام سأقول حضرتكم الأدلة على صحة هذه الحديث الحديث الأول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من نظر إلى عورة أخيه متعمدا لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما لم يتقبل الله منه صلاة أربعين يوما يعني إنسان إذا نظر نظرة واحدة للحرام أو العورة نظرة واحدة فقط لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه عبادة صلاة المدة أربعين يوما حديث الثاني من نظرة وحديث أيضا أبي هريرة رواه الإمام الإمام التبراني في المعجم الأوسط من نظرة في بيت جاره فنظرة إلى عورة أخيه المسلم أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار حديث الثاني من نظرة في بيت جاره فنظرة إلى عورة أخيه المسلم أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار حديث الثاني من خطورة هذا الحديث هنا يقول الشعر امرأة إنسان الناس اللي بتتجسس وبتلصص وبص من شبيك على بيوت الناس حتى لو كان بيصلي وصوم حتى لو كان بيصلي وصوم تعالوا ما نشوف الأدلة على صحة هذه الأحاديث لكي كل إنسان خاصة المدمنين لمشاهدة الإبيحيات يتدارك نفسه قبل فوق الأوان لأنه بيدمر حسناته ويدمر آخرته ويدمر حسناته الدليل الأول على صحة هذه الأحاديث قال عليه الصلاة الصلاة في الحديث يا سعد أطب هذا الحديث حديث حسن يعني حديث صحيح يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة فالذي نفسي بيده إن الرجل لا يقذفوا باللقمة الحرام في جوفه فلا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ولا صلاة أربعين يوم طيب وفي فرق بين الفم والعين ما فيش فم فيش فرق بينه هنا في الحديث الثاني الرسول عليه الصلاة يقول الإنسان لو قصف لقمة واحدة بس حرام الفم يتغذى على الطعام والعين بتتغذى والعين بتزني بتتغذى هي الأخرى إما بتتغذى في الحلال بمحاسن الزوجة ينزل إلى محاسن زوجتي في الحلال أو إن هو ينزل إلى حرام الفم والعين من الحواس والإثنين موجودين في الوجه قال عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم في الحديث احفظوا الرأس وماء واعة والبطنة وماء حوا إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك أولئك كان عنه مسؤولة ما فيش فقر بالعين والفم والإثنين حواس والتلوم لهم غذاء والإثنين موجودين في الرأس احفظوا الرأس وماء واعة اللي هو الفم والعين هناك في الفم أربعين يوم لو لو قمة حرام دخلت الجوف لماذا؟ لأن اللي يأكل حرام ليس طقيا ورب الله صحيحة ربون إنما يتقبل الله من المتقين في صوت المئدة إنما دي حرف قصر فالذي يأكل حراما ليس طقيا وبالتالي لن يقبل له عمل لن يقبل له عمل أسروني كل الناس اللي يتفرج معي دروقتي أو اسمعني متفق معين اللي يأكل حراما متعمدا ويعلم أنه يأكل حراما ليس طقيا وبالتالي لا يرفع له عمل ولا يرفع له دعاء لا يقبل له دعاء كما جاء في الحديث الرجل يخرج أشعص أخبر يطيب للسفر كما جاء في الحديث في صحيح مسلم ثم يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وما أكله حراما ومشربه حراما وما لبسه حراما وغزي بالحرام ثم يقول يا رب يا رب يا رب فأنا يستجاب له حراما يقول حديث صحيح أن الدعاء لا يقبل إذا كان الدعاء لا يرفع فإذا العمل لا يرفع ما هي الصلاة عبارة عن ما هي الصلاة عبارة عن قرآن وفي الفتحة تقول تصني على رب الحمد لله رب العمير رحمه يدين الصلاة المستقيم الصلاة عبارة وكلمة صلاة صلاة في اللغة من ضمن المراطفات معناها دعاء إذا العمل لا يقبل والصلاة لا تقبل إذا الإنسان أطعم من حرام أطعم من حرام فكذلك العين إذا نظرت إلى الحرام يبايزا هي تدخل في نطاق هذا يبايزا حولكه دليل ثاني الحديث يقول إن الرجل إذا نظرت إلى عورة أخيه متعمدا لن يقبل منه صلاة أربعين يوم فاللي بشاهد فيلم إباحي من مدة عشر دقائق حينظر كم نظرة حرام إلى عشر مية يبقى إضرب يبقى فيلم واحد فقط يمنع قبل عمل سنة كاملة أو ربما سنوات أنا ليس ببالغ لأن هذه الحقيقة وهو الحديث الثاني للغاية الإمام التبراني نظرة إلى عورة تخير مسلم أو شعر امرأة خلي بالكم شعر ليس فرج فبالكم بفرج أو شيء من جسدها كان حقا على الله يدخله هناك في أدلة ثانية غير لدينا أفيد لدينا لدينا نساء لدينا لقم واحدة حرام هناك أربعين وهنا أربعين هناك حديث وهذا حديث صحيح رعب نماجة في صحيح بن ماجة من حديث ثوبان رضا الله عنه ثوبان قال عليه الصلاة والسلام لعلمان أقواما لعلمان أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال جبال تهامة حسنات بيضة لعلمان أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة حسنات بيضة فيجعلها الله هباء منثورة فقال ثوبان رضا عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال له عليه الصلاة والسلام هم من إخوانكم ومن جلدتكم يصلون كما تصلون ويصمون ويأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه اتخلي بالكم كأن الرصوص عصام يقول الحديث ده لمشاهدين الإبحيات أنا ما حدش حقدر يشاهد هذه الأفلام القذرة إلا في وجود الناس أمام الناس لا يستطيع أن يفعل ذلك حتى أمام أبيه أو أمه لكن يفعل ذلك في غرفة مغلفة لا يراه فيها أحد إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها اتخلي بالكم بقى سيأتي بأمثال جبال رسول الصلاة والسلام يقول في الحديث والدفعان صحيح سيأتي معاه أمثال جبال تهامة يعني سيأتي معاه حسنات ربما تلاتين سنة واربعين سنة صالة وصوم ربنا سيضيع له عمله لعمله في تلاتين سنة يحبط هذا العمل في تلاتين سنة واربعين سنة ليه؟ لأنه قعد تلاتين سنة ينتهك حرمات الله في الخفاء هذا كفر ورياء لأنه يخشى الناس ويقدم أكثر من يخشى الرب العام ويوقر الناس ويوقر الرب العام جعل الله سبحانه وتعالى أهون النظرين إليه لذلك كيف يكون الحديث لا تجعل الله أهون النظرين إليك إذن بده الكفر وشرك بالله لأنه يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى إذن إذن ببشاهة الإباحيات لن يرفع له صلاة أو صوم أو زكاء ورسول صلى الله عليه الصلاة في الحديث الأول ما يحسب عليه العفد هو مقام الصلف إذا صلحات صلحة العمله كله إذا فسد الفسل عمله كله الصلاة لن تقبل وبتالي العمل لن يقبل و وشكله بس لن يقبل له ضعاء يبال اللي بشاهد الإباحيات لذلك أكثر الناس اللي بتشاهد الإباحيات تنزع عنها من نقمة وتنزع عن البركة من حياتي ويمنع عن نزول الرزق الرسول عليه الصلاة في الحديث إن الراجل اليوم عن الرزق من الذنب يفعله فإن أنت ستضمر نفسك وحسناتك 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 لذلك أنا أحذر تحزين الشديدة الصلاة لن تقبل والعمل كله لن يقبل يوم القيامة العمل كله مبني على الصلاة نظرة واحدة للحرام تمنع قبل العمل 40 يوم وتمنع قبل الدعاء 40 يوم لن تقبل الصلاة 40 يوم فبعملك بقى بالمجم الذي يشاهد هذه ترجمة نانسي قنقر